اهلا وسهلا بحضراتكو دي حلقة بنستكمل فيها الريسيرش بروجرس الاولاني اول فيرجن بنسبان من الريسيرش بروجرس وكنا متوقفين عند نقطة ازاي نعمل سيرش ازاي نقدر نوصل للتريتشر الشكل اللي قدامنا ده كان تقريبا هو اخر نقطة وعرفنا عندها المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت على طول بنتكلم انه لما تيجي تعمل سيرش على فينومنا زي البرودكتيفتي بلاش يبقى السيرش على جوجل دوت كوم لانه ممكن يطلع ارقام كبيرة جدا بمئات الملايين وهتبقى فيها الغث والسامين او الحاجة الكويسة والحاجة الغلط الحاجة السينتيفك والحاجة النون سينتيفك فمش عايزين نستخدم جوجل دوت كوم وقلنا انه عندهم ويب سايت تاني سيرش انجين تاني افضل اسمه جوجل بوكس يعرض لك كتب غالبا العدد هيبقى قريب من 10% من اللي فات فممكن يبقى قريب من 50 او 60 مليون برضو ده لو هو كتاب يوصلني للساينز اقدر افهم منه يا طرق اروح فين وازاي لدي داكتب او اندكتب ريسيرش هيبقى كويس انما الكتاب نفسه عايزين نقلل استخدامه في السينتيفك ريسيرش وهنتكلم في ده بالتفصيل لاحقا وهنقول النسب المناسبة قد ايه طيب رحنا قولنا نستخدم ايه قولنا نستخدم جوجل سكولر هنا هو انا هنا في المنطقة دي مع جوجل سكولر طيب مع جوجل سكولر نسيرش ازاي اتفقنا نسيرش الاول باول كلمة بس غالبا هتلع علينا حسب الفيديو اللي فات حوالي اربعة تلاتة خمسة مليون في الحدود دي نقرأ اول مية او متين او تلتمية تايتل زي ده كده تايتل اللي هنا ده كده اهو عفوا هنقرأ التايتل اللي فقط طيب بعد ما اقرأ التايتل ده نعمل ايه غالبا التايتل دي بتبقى مناسبة نسبة لك تخدمينها فانا هنا اخترت عدد من التايتل اللي موجودة فوق اللي هي نسبة او كانت قريبة للموضوع بتاعي وبعدين نزود الكلمة التانية فبعد ما خلصت كلمة برودكتيفتي عملت سيرش بكلمة سالري فقللت السيرش ريزلت وبدأت اضيف كلمة كلمة مع اضافة كل كلمة من دول اللي هي واحدة من الفاريابلز بتوعك هتبقى بتقلل السيرش ريزلت او السيرش اسف ريزلت فوصلت معي لغاية تسعتاشر الف وستمية نزولا من تلاتة مليون سبعمائة واربعة مليون ريزلت وفي كل مرة مع زيادة كل كلمة من دول كنت بقعد اقرأ عشرة عشرين او تلاتين من التايتلز اللي هي زي دي وقلنا نخلي بالنا مش مهم تبقى تبع بلد بعينها او لا ده مجرد كده تقريب ليك عشان تقدر تشوف يا ترى التايتل مناسب ولا لا وقراءة والمبدئية للليتراتشار لان احنا هدفنا هنا نوعا ما نفلتر نريديوس نفوكس وبعدين هنقرأ لتراتشار تاني واتفقنا في الحلقة اللي فاتت لما هروح لبيبرز زي كده اللي احنا لديها فيها سيرش وطلعت لنا ريزلتز انه جوجل سكولر هو سيرش انجين يدلك على صاحب البيبر فهنا ده صاحبها الجورنل او بلاي دي اكينوميكس بيقول اهلا وسهلا ادي البيبر ادي التايتل بتاعها ادي الا انه البيبر نفسها لازم تشترك عشان تحصل عليه فبالتالي ممكن ما يبقاش مناسب ليك لو ما عندكش اشتراك مفتوح طب الاشتراكات دي بيجيبها منين بتبقى تبعا للجامعة او المكان اللي انت بتدرس فيه بيدي لك اكسس لكل او يعني لاغلب الموجودة لو تجولنا كده هنلاقي عندنا وصلنا العدد من البيبرز كتير وكل بيبر من دول بتبقى موجودة يعني ممكن يبقى العنوان فقط جزء اه من البيبر هنا طبعا هيدي لك الابستركت ممكن يدي اكسترا بريف عنه ممكن تبقى البيبر كلها متاحة او اجزاء منها انت هنا بتدور على قد ما تقدر للوصول البيبر بالكامل لو ما كانش اتفقنا ان هتقرأ على الاقل زي من حضراتكم شايفين كده هنا سيب لينا هو الابستركت هنا اهو ده الابستركت طبعا عندنا هو التايتل وعندنا الاثر واسم الجورنل انتيزيا انتيزيا ريسيرش سويتي انترناشنال انتيزيا ريسيرش سويتي ودول وكذا بقى طيب ادي الابستركت بعد الابستركت اداني حتت اجزاء اضافية شوية من البيبر بيقول لي الانتروداكشن الميثيدولوجي اللي على اساسها عمل الريسيرش ده وده هيبقى لينا ليه كلام تفصيلي وبعدين الريزلس اللي طلع بيها شكله عامل ازاي ده ممكن يبقى مفيد بنسبالك وكافي وممكن لا لو البيبر دي قريبة لك قوي يبقى في الفوكس تبتدي تستخدمها وتبتدي تدور توصل لها ازاي هنقعد تتحرك كده على بيبرز وقلنا على قد ما تقدر في الحلقة اللي فات تكبر عدد السيرش ريزلس عشان لو وصلت مثلا لتلتميت بيبر تايتل اللي هو ده اللي عايز تقراها هيبقى ممكن ان المتاح منها في حدود عشرة في المية بالتقريب بلاس او ماينس يعني فالعشرة في المية دي حتى تتحلك عشرين او تلاتين بيبر وبالتالي ممكن تبقى كافية كنقطة انطلاق سيرفيينج او سيرشنج فور لتراتشر طيب هل في مواقع سهلة ومفتوحة للتراتشر فور فريم غير ما يبقى اشتراكات اتفقنا ان في موقعين كبار زي مثلا سوشيال ساينز ريسيرش نتورك اس اس ار ان دوت كوم وزي ايريك السوشيال ساينز اهي سوشيال ساينز ريسيرش نتورك وفي باب مد وفي مد باب اسف ويعني اسماء كتيرة جدا من الويب سايت بتتحلك اجزاء من الساينز فور فريم طيب اخترقني اللي انت عايزه والمهم يبقى كريديبل طيب ازاي اتعرف على الجورنل او البيبر الكريديبل هنقولها في حلقات تفصيلية عن الليتراتشر دي لو تذكروا حضراتكو السيرش ريزلتس لما كنا عند جوجل سكولر كان قريب من تلاتة مليون سبعمية المبادرات المجانية اللي من النوع ده زي اس اس ار ان جابت لي ريزلتس اتنين وعشرين الف فقط تقريبا يعني الله اتنين وعشرين الف دول بس اه ده متاح فور فول داونلود يعني لو شوفنا بيبر زي دول كده ادي واحدة من البيبرز تعمل لها داونلود بالكامل هتنزل على الجهاز اللي عندك تقدر تقرى البيبر دي اه فول اكسس طب هما جابوها منين عاملين اتفاقيات مع الجورنلز بياخدوا منهم اجزاينز او فور كأنها اه فري سيركليشن يعني اه البيبر لما هتنزل عندك هتلاقي فيها نفس الستة اجزاء اللي كنا تكلمنا عليه هتلاقي طبعا التايتل والابستركت هو بدأ يبقى عندنا تايتل وابستركت في البيبر زي ما قلنا بتاعك يبتدي يتشكل من كده وهتلاقي فيها introduction وproblem definition وهتلاقي فيها literature review وهتلاقي فيها research design او methodology وازاي جمع data collection واناليسز وازاي عمل الاناليسز دا بقاني طريقة quantitative او qualitative وغيره وازاي بدأ يعرض لك الconclusions بتاعته تاني لو مقدرش نقرى البيبر كلها هنقرى الابستركت introduction والconclusions انما الافضل نقرى البيبر كلها طب البيبر حجمها بيبقى ديه تقريبا من 3000 كلمة ل 6000 او 7000 او 8000 كلمة ولو زادت تبقى يعني في ظروف ال basic research ممكن توصل لعشر تلاف او 12000 كلمة فادي بيبر تقريبا من 7 او 8 صفحات بيبر بسيطة فوكس دا او كزا وتقدر تطلع عليها وتبقى مناسبة ليه ده احد البدائل المجانية ssrn البديل التاني هو اريك اريك هي برضو مبادرة زي ssrn وهتلاقي اكتر ميالة للجزء التعليمي والسايكولوجي وما شابه وهتلاقي البيبر فولي مجانا بس هنا مثلا السرش ريزق سموكيا حسب الموضوع اتناشر الف لا والله هنا اكتر هنا اقل شوية من اس سعرين فوت انما دايما هيبقى في حدود العشر تلاف عشرين الف تلاتين الف اربعين الف خمسين الف حسب الطوبيك وحسب الموضوع انما هتلاقيها فول اكسس بهذا الشكل طيب بعد ما اوصل للبيبر اللي انا عايزها يا ترى البيبر دي ممكن او ابقى محتاجة اقرأها بالكامل تاني بنفضل وده هنتكلم عليه التفصيل في الليتراتش ريفيو انه اه الافضل تقرأ البيبر بالكامل بالذات البيبر اللي عملت لها ريفرنسينج عندك في الليتراتشر او في الريفيو اللي عملته للليتراتشر يفضل تقرأها بالكامل طيب البيبر دي لما اقراها هنا برضو هو مثال تاني على بيبر ليها فول اكسس ودي واحدة من البيبر اللي انا مشارك فيها بتتكلم على حاجة اسمها First FIRST Framework Design and Facility Active Deep Learner Experience دول اسماء الاثرز هنا محمد بهجة اشرف الصفتي اشرف شعراوي تامر سعيد وعندنا الابستركت وهنا ده الجورنل دي بتدي اتاحة اهو شايفين حضراتكم فول تاكست كليك على البي دي اف المفهول نعمل لها داوندود بالكامل طبعا حسب الاسبيد بتاعت الانترنت بتاعتك وما شابه انما في الاخر هيبقى عندك فول اكسس اعمل بها يبقى اه احنا عايزين اكينا اولا توصل وده هدف الحلقة اللي فاتت والحلقة دي ويمكن جزء من الحلقة اللي جايه الوصول انك تو ريتش انك توصل للتريتشار التانية اقرى البيبر دي او اللتريتشار دي كلها او جزء منها طب لو قريت اهو ده نقول ده بي دي ات طب لو قريت جزء منها وكان ما فهمتش منه قوي ده اتير اون ريسك ده في خطورة عليك انك تكون قريت بيبر ما استوعبتهاش كويس او قريت جزء من كل فوصلت لك صورة مش كاملة فتكتب عنها وتطلع منها كونكلوجين استخدمها عندك هتبقى مشكلة لو ده يؤثر عليك او يؤثر على ريسيرش عندك سلبا الافضل تقرأها بالكامل طيب لما قريتها بالكامل اربطها بقى باللي انت قلته وده هنقوله تاني بالتفصيل في الايباليويشن بس انا بقول بسرعة لازم تقول لنا على البيبر اللي عارتها اسم الاوثر اسم الجورنل عارتها امتى تاريخ انتاجة هنتعرف على شوية اجزاء من دي ولازم تقول لنا عليها في الليترات شارجي ومؤقتا لان احنا لازم نكتب ده بصينتافيك فورمات مؤقتا لغرض التعلم والغرض ان احنا ننتج اول كده version من الريسيرش بروجرس بتاعنا احنا محتاجينك تروح في الريسيرش دوكيومنت اللي اتفقنا عليه اللي كنا كتبين فيه الاجزاء بتاعتنا سوري هنا مقدرش اعمل لها لود لو رجعنا هنا كده بعد بقى مع تقرأ البيبر اه ده شكله هو التبسيط خالص اللي كنا عنده اخر مرة ريسيرش بروجرس كأنه version 1 title abstract problem definition introduction يعني 9 elements هنتكلم على element element data من النوع الساكنري اللي هي بنسميه اكتر secondary information facts اتكلمت مع الستيكولدرز عملت analysis واتحورت معاهم وربطت ده بالواقع اللي عندي عن الفينومنا minor research question بيسأل علاقة ال variable بي الفينومنا اللي انا بتكلم عنها اللي هي المثال هنا productivity والكل variable عملت minor question والكل minor question عملت claim ادعاء مرتبط وناتج عن الواقع اللي حكيته عندي فقلت مثلا جزء من اجزاء العلاقات هنا positive 10% تاني راجع مع بعض العلاقات كانت ايه انه بيأثر بس يا ممكن تقول السالري بيأثر productivity او بيأثر positive او بيأثر بأمونت جبت ال amount والpositivity او ال negativity من اين من الواقع والdata والاناليسز اللي انت حللته او رفعته من الواقع اللي عندك انا خلصنا major و minor و claim لكل variable نرسم conceptual model ايه ال conceptual model ده ده بيعرض لنا تصوره عن واقع المشكلة اللي هو بيدرسها واقع research او document اللي هو شغال عليه بشكل scientific ده في شكل graph بيعكس ال variable الرئيسي الفينومنا اللي بيهو بيدرسها في شكل variable علاقته ايه بالفينومنا في شكل كليم فبالتالي الرسمة هي ترجمة للميجر ماينر كليم ولما روحنا دورنا بالليتراتشير على كي ووردز كانت الكي ووردز دي زي مثلا الفينومنا variable 1 variable 2 كانت productivity salary meals طب لو قابلني variables اخرى وطلعت بيها لازم تقولها لنا وتكتبها وكأنها دي الكي ووردز الاساسية اللي بيدور خواليها ال research بتاعك مؤقتا قبل ما ندرس اي بي ايه فورمات بنقول في version 1 حطلنا بس كده ال hyperlink اللي جبتها من الويب سايت ده من الموقع اللي جبت منه ال paper واكتب لنا brief عن ال paper دي علاقتها ايه بكل اللي فات ده يعني ايه علاقتها ايه 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 ما انت قريت في ال paper دي لانها مرتبطة بالفينومنا بتاعت productivity انه salary فعلا طلع بيأثر positive او negative او طلع بيأثر ب twenty percent بدل ten percent اللي انت كنت اقيلها هنا فاشرح لنا ال paper دي علاقتها ايه بيك الشرح ده بيكون تقريبا في جزئين الجزء الاول انت بتلخص لنا ال paper هنا ال paper اللي انت قريتها تلات تلاف ست تلاف كلمة سبعة تلاف او اكتر اه لخصها لنا هنا في paragraph او اتنين احنا مش عايزين تجيبها لنا زي ما هي ولا عايزين تقول لنا اقريت ال paper وخلاص لا لخص لنا ال paper ادمجهلنا هنا قد تستعمل في ده اجزاء من ال paper هنقول تستعملها ازاي كجمل او كنصوص او ككوتاشن او تاخد افكار منها انما حط لنا ال hyperlink مؤقتا تحت كل hyperlink تحت كل title لpaper استخدمتها قول لنا brief ال brief عبارة عن جزئين جزء بتلخص في ال paper والجزء التاني مدمج معاه تقول علاقتها ايه بيك والله انا شايف ده متفق معايا مناسب مش مناسب وهكذا هتناقش ده وتعالي نبتدي نحط لاغراض التدريب تاني research design component صغير قوي وبسيط لسه ايه research design البسيط ده والله بعد ما قريت خمسة papers عشرة papers مؤقتا كresearch progress version 1 بتتدرب لسه في المعمل الداخلي بتاعة تدريب research حطت لنا hyperlinks و brief يحتوي على تعريف مختصر بال paper و علاقتها بيك ايه نكتب حاجة اسمها hypothesis يعني ايه hypothesis يعني زي الكليم تشريحيا من حيث المكونات ال hypothesis زي الكليم انما الكليم في منطقة problem definition ال hypothesis في منطقة research design هيقول ايه هيقول ده طلع فعلا science متفق معي ان variable salary ده يؤثر positive اه بس science اختلف معي شوية قال لي بش ب 10% زي ما انت بتقول لا ده 20% طب اكتب 10 ولا 20 ده حديث تفصيلي هنقوله في منطقة research design ضروري نقف عنده ونشوف لما science هيتغير او يختلف عني شوية او انا اختلفت عن science نعمل ايه مؤقتا احنا هنسمع كلام science ونقول طيب بقى salary بيأثر positive في productivity فبقى ادي hypothetical statement لا لشيء الا الوجودها في منطقة research design ولانها نتاج معرفتي وقراءتي للتريتشير طيب في تفاصيل في دمج الكليمة الoutcome of the literature والresults of the literature في شكل research design of a hypothetical statement يس ندرسها امتى لما نعرف شوية التفاصيل يعني هي hypothetical statement ويعني ايه انواع الvariables وانواع research design الحلقة دي يهمني منها ان احنا نكون وصلنا لاخر الجزء اللي بيقول ازاي توصل للتريتشير وازاي تقدر توصل للdocuments والpapers والثيسز الاقرب ليك حتى لو ما كانش عندك اشتراك ومدفوع تابع الجماعة بتاعتك ولما توصل تعمل ايه نفهم منها ونستوعب ونكتب ازاي ومؤقتا بدون تطبيق اي نوع من انواع scientific formats واللي هنركز عليه غالبا هيكون الapa وازاي بتيدي اكتب ولو سطر في research design من غير لسه من رعي تفاصيل research design تاني الحلقة دي لاغراض التدريب بتتكلم على دمج كل الحلقات اللي فاتت تقريبا لغاية النهاردة في version one of your research progress شكرا جزيلا ونلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله شكرا